أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي مواصلة جهود الدولة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار لجذب رؤوس الأموال العالمية وتنفيذ مشروعات كبرى في مختلف القطاعات على النحو الذي يعزز الاقتصاد الوطني جاء ذلك خلال اللقاء مدولي بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب لمتابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها وجهود الهيئة للترويج للفرص للتثمارية الواعدة في مصر وأشار عبد الوهاب إلى زيارة التي قام بها مؤخرا إلى دولة قطر للترويج للفرص الاستثمارية في مصر كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نتائج كل من الاجتماعات التي عقدها مع سفير دولة المكسيك بقاهرة واجتماعات اللجنة المصرية اليابانية للترويج للاستثمار